طيب جرت العادة يا دكتورة أول ما الواحد بيحس بالصداع يلجأ ليه البرستامول على طول أين كان بقى الاسم التجاري بتاعه بس بيلجأ ليه المسكن بيحس انه هو آمن وخفيف على أجهزة الجسم وفي نفس الوقت يعني تأثيره بيكون معقول إلا طبعا في حالات الصداع النصفية حضرتك شايفة ان ده تصرف صح ولا غلط تصرف غلط جدا لأنه الاكثار من أولا البرستامول هو مادة ضعيفة جدا للصداع سواء الصداع النصفي أو العنقودي أو أين كان نوع الصداع فمش صح ان انا ألجأ للبرستامول الحاجة التانية الناس مش واخدة بالها انه لو انا عديت عدد معين من تناول فرستامول في الشهر المسكن نفسه هيعمل لي حاجة اسمع الصداع كسرة المسكنات يعني الفرستامول اللي حضرتك هتاخد ديه بدون سبب او ان انا بحاول اوقف نوبة قوية مش هتوقف الاكثار من الفرستامول هو نفسه يعمل الصداع كسرة المسكنات عشان كده بنقول للناس لا فيه انواع لكل نوع من الصداع كمسكن اخذوا الجرعة مزبوطة وفي وقت مزبوط من بداية النوبة يعني في الصداع النصفي بنقول اول نص ساعة استاذة منك لو لحقت الصداع في اول نص ساعة بمسكن قوي مش طبعا الفرستامول النوبة هتوقف ومش هيحصل فيها اي تكرار تاني اشتركوا في القناة